ولذلك أنا ألاحظ كثير من المشاكل الزوجية تشوفون المرأة عاطفية الرجل منطقي هي مثلا تقول لها بخيل وهو يقول لها لا شلون أنا بخيل أنا ذاك اليوم شاري لك هدية ولما ولدتي دخلتك مستشفى خاص وأمتك لما طلبت ذاك اليوم مشكلة أنا ساعدكم ومن يومين أنا يبتلتك العاملة وهو وقع يجاوب جاوب منطقي وذلك يمكن بعد نص ساعة هي تقول لها أنت بخيل إذن اللغة ما هي متصلة ليش؟ لأنه يتكلم في موجة تختلف عن موجته عن موجتها هي امرأة عاطفية هو منطقي هو قع يجاوب نفسها ما يجاوبها في فارق إذا هي عاطفية لا لازم تجاوب جواب عاطفي طيب شون جواب عاطفي بالله؟ هي قالت لك أنت بخيل كلها بس أنا كلماتي حلوة أنا معاملتي لك حلوة وبعدين ترى أنا ما أستغني عنك وأنا تذكرين ذاك اليوم لما سافرتي بتلك هدية بس انتهى الموضوع طه الحطب فالرد رد عاطفي هي راح تكون سعيدة وانت سعيد لكن لو كانت المرأة منطقية في 20% من النساء على مستوى العالم المنطق عندهم عالي ويتعاملون بمنطق أكثر من عاطفة هذه جاوبة أقول لها ذاك اليوم أنا شريت ذاك اليوم أنا دفعت ذاك اليوم أنا عطيت فإذا إذا لا بنكون سعداء نتعامل مع الآخرين كلهم على حسب مزاجه وكلهم على حسب شخصيته وهذه حقيقة قضية مهمة هذا أمر الأول الأمر الثاني اللي أنا مفتقدة اليوم في الأسر أن الصبر ما صار مقاسة كبيرة اليوم الصبر سريع على الإيقاع السريع لهذه الحياة ولذلك تكثر المشاكل يعني أثنين أعرفهم زوج وزوجة ومبتعثين ويحضرون رسالة الدكتوراه وكلهم حياتهم طيبة وعندهم أطفال ومستقرة يصير خلاف على كلام بس ما يبيعيشون مع بعض على كلام على حوار يعني محرام حرام صراحة يعني إحنا أحيانا لما نفكر بالطلاق ولما نفكر بالتفكك والله في قضية مخدرات في ضرب في قضايا كبيرة يعني لكن على خلاف حواري ما تسوى ولا واحد منهم عصبي مثلا ما تسوى أني أنا خسر بيتي وهدم حياتي على قضية عصبية يعني واحدة من القصص طبعا الأوليين سبحان الله أول الرجال والنساء في السابق قير اليوم وحتى نفسهم في الحياة يختلف وواحد مرة أسأله يعني هالقصة عمرها خمسين سنة وتعرفون الأوليين ما عندهم مشكلة يتزوجون ثنين ثلاث أربع فالمهم في واحد متزوج ست حريم ستة طبعا مو على ذنبتك بوقت واحد بس بشكل عام هم ستة يعني يعني يقصد في حياته فواحد من أقرباء يقول له يقول له أنت ما شاء الله ما تزوج ستة منه أكثر وحدة تحبها لقلبك وكنت تعاملها معاملة طيبة كان يقول فلان أنا ما بيقول اسمها يعني قال فلانة كان يقول له صاحبنا هذا قال لنزين ليش فلانة شمعنى كان يقول أنا هو رجل أعمال هذا تاجر وكثير السفر يقول يعني أسبوعيا أسافر والسفرات أحيانا شهر وأحيانا شهرين وأحيانا نسافر في البوم في السفينة قصة قديمة يعني صالها ستين سنة تقريبا يقول وزوجاتي يعني بسرعة يزعلون دائما ينتقدون إلا وحدة هذه الوحدة صابرة وساكتة ويعني لما أيها أنا تعاملني معاملة طيبة يقول هذه الوحيدة صراحة اللي داخلها قلوي لأنهم ريحتني ما هي مزعجتني يقول يقول صاحبنا هذا هو توفى الله يرحمه الحين بس أنا أقول لكم قصته يقول بعد مرور 25 سنة في يوم من الأيام دخلت البيت وشفتها هي قاعدة متربعة بالدراعة الدراعة يعني الفستان النفنوف اللي لبسونا أول أهل الكويت المهم يقول لما شفتها متربعة على الأرض وشفتها تشدي قاعدة وصابرة وأنا كنت متأخر وياي من سفرة يقول على طول دخلت حطيت راسي بحضنها وقعت أبتشي 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 يقول دموع 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 تقول وهي كانت تمسح على راسي وتقول لي اذكر الله اذكر الله اذكر الله اذكر الله وأنا يقول أبتشي 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 يقول يعني طوّلت وأول مرة بحياتي أبتشي هذا البتشي المهم يقول حتى لما قمت أقو بساعة أشوف الدراعة مالتها أقول لها ماي ترشخ ماي يقول ما كلمتني ولا كلمة ويات ودتني لفراش ولحفتني ونمت يقول ثاني يوم هم قمت شفتها كذي كان أبتشي وقامت تمسح على راسي وقعت لي يذكر الله وكذا يقول عدة يقول هو ثالث يوم قاعدين نتريك كان تقول لي خير عسى ما شر كان يقول لها أنا بدام ما قتلت أول يوم وثاني يوم ما سألتيني خلاص مشي الموضوع قالت لا الحمد لله على كل حال هذا الرجل طبعا لما توفت هالزوجة هذه قاعد يبتي دم عليها طبعا صاحبنا هذا اللي يسولف معه يقول لنا زين أنت ليش كنتبتي يعني خلنا إحنا خواهي حين ما تدري تليش تبتي زين إحنا حين موجودين يقول لنا أنت ليش كنتبتي كان يقول أنا من أشوفها وأشوف ويهة فلانة هذه أتذكر شلون هي صبرت علي خمسة وعشرين سنة وأنا حياتي صعبة سفر وتجارة وأنا صعب وهي صبرت خمسة وعشرين سنة فكنت كل ما أشوفها يقول ما أتحمل وأبتي فأنا الحين اللي أقولها شنو أقول أنه صبر مقاسات وفي ناس يصبرون خمسة وعشرين سنة مثل الزوجة هذه الله يرحمها ترى وهما سعداء يعني مو بالضرورة إحنا نحط السعادة نظام معين أو طريقة معينة إني لازم أنا أتدخل في حياة الطرف الثاني في كل صغيرة وكبيرة عشان أكون سعيدة ولازم أنا أفهم كل إشارة وكل حركة يسويها علشان أكون سعيدة لا مو صحيح هذا يسمونه حب التملك وهذا يسمونه حب السيطرة أصلاً الرجل لما يشوف المرأة عندها حب التملك والسيطرة يهرب ينحاش بل بالعكس وأنا عندي قصص ترى كثيرة لو أفتح لكم المجال الآن يعني ما تتخيلون شوفوا الأوليين مرة ثانية بدأنا قلنا لكم قصة في الأوليين وقصة ثانية الأوليين اللي اختلفوا مثلاً ريال مع مرته اختلفوا وتحاوروا 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 ما وصلوا حق نتيجة تدرون أول شي يقولون يعني كل واحد فيهم شي يقول حق الثاني يقول له الله يهديك قصباً عليك يشوف الله يهديك قصباً عليك ترى حين هذول يعني مختلفين ها هذول الحين مختلفين هذول الحين يعني أبداً يعني نشوفوا حتى خلافهم حلو ولذلك هذه مسألة يعني مهمة جداً خلينا نسميها في فقه الزواج أو في فقه التعامل مع المختلف معه سواء كان زوج أو كان أخو أو أخت ولذلك أنا بس قاعد أجاوب اليوم على السؤال اللي هو هل الأفضل تعيش وحيد ولا نص سعيد طبعاً أنا بيني وبينكم أجاوبكم ترى ما في جواب واحد يمكن في حالة معينة نقول لها أنت الأفضل أو أنت الأفضل تعيش وحيد حالة ثانية نقول لا والله إن عيشت وحيد ترى أنت غلطان أنت الأصل تعيش نص سعيد طبعاً انتبهوا سعادة كاملة ما فيه انسوا الموضوع أي علاقة بين طرفين تبونوا تكون فيها سعادة كاملة ما فيه ما فيه إلا الأخ الله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هذه العلاقة بينهم علاقة محبة وأخوة لأنها علاقة في الله فالله عز وجل يجعلهم سعادة هذه مسألة ثانية وهذه مسألة فوق العلاقات البشرية وهي المحبة والأخوة في الله ولذلك إذا كانوا الزوجين متزوجين وبينهم علاقة ومحبة في الله شي دي هم أكسبوا السعادتين وهذا أنا قاعد أتكلم الآن عن مثال راقي جداً يعني من النوادر اليوم في المجتمعات نلقى هذه العلاقة ولذلك هل الأفضل أن يعيش وحيد أم نص سعيد هذه مسألة مسألة ثانية اللي يبي يعيش السعادة دائماً في العلاقات الاجتماعية لازم يتعلم المسامحة والعفو لازم مسامحة وعفو إذا الإنسان ما يمتلك المسامحة والعفو هذا يعيش مدمر أو يقطع علاقاته لأنه الناس طبيعتها شديدة في العلاقات وعنيفة والآن يعني أول كانت تنمر فقط للرجال الآن صرنا نشوف تنمر المرأة والرجل الآن الواقع اللي قاعدة نعيشها وانتوا قاعدة تشوفون يعني أنا تعرض علي قصص زوجات يضربون أزواجهم ما تكلم عن دفاع تكلم عن هجوم تضرب أنا عندي قضايا حرق زوجة تحرق زوجها أنا عندي قضايا قتل زوجة اقتلت زوجها طيب يعني هذا ما كنا نسمعه أول أول نسمع الريايل هم المجرمين الحين صار الإجرام ما يعرف ذكره أنثى صار هذا مجرم وهذه مجرمة والتنمر صار في الذكور وفي الإناث ولذلك يعني أنا من يوم الحوار بينكم صار صعب كل واحد فيكم يتكلم على موجه الريايل يتكلم موجه اي ام وانت يتكلمين موجه اف ام تحسون منتوا قادرين تتفاهمون على بعض تحسون كل ما قلتوا كلمة وراها هوشة ولا صيحة ولا صراخ ولا كل واحد منكم زعلان اللي رايح غرفته واللي طالع بره البيت الحوار هو سر السعادة والاستقرار لما يكون الحوار ما هو ناجح ونحن عارفين نتحاور مع بعض العلاقة تنتهي للتفكك او الانفصال تعالوا عندنا فيه دكتور خطوبة نساعدكم من خلال خدمة الاستشارات او من خلال الدورات التدريبية او من خلال الكتب اللي موجودة في الموقع حتى نطور الحوار ويكون علاقتنا علاقة سعيدة ومستقرار